اشتركوا في القناة الاستطلاعية وهذه المهارة القراءة الاستطلاعية وهي تكملة او استكمالا للباحث لاعداد بحثي وهي امتدادا لمراحل او خطوات البحث ولكي يؤدي الباحث بحثه على اكمل وجه ممكن لابد للباحث ان يضع امامه خطوات بدءا من ايجاد المشكلة حتى ان يصل النتائج ذكرنا لكم يا شباب بحيث انه لابد للباحث ان يضع امامه او مسيرة بين هذه ابتداءة من المشكلة الى ان يجد النتائج لابد الخطوات بدءا طبعا بدأنا بالخطوات منذ ان يضع لابد للباحث لو استرجعنا قليل خلف لابد ان الباحث ان يبدأ منذ اختيار او بانطلاق البحث لو اردنا مجالات البحث وارتباطها مثلا مع مناهج البحث العلمي ذكرنا لكم يا شباب سابقا انه لا يستطيع الباحث بان يبدأ باختيار احد انواع مناهج البحث الا بارتباطي مع انواع اللي هي مجالات البحث من ضمنها ذكرنا لكم من لو يذكر لي احد منكم يا شباب اللي مجالات البحث العلمي هل هي من ضمن مجالات هل هي الادوات او الاستبانة لا يا شباب المجالات هي من ايجاد بحث المشكلات بحيث انه يجد مشكلة ايضا بحيث انه يبحث في مثلا البحوث النقدية او مثلا في بحوث الحقائق ايضا يربطها بعدها يبدأ الباحث باختيار او يبدأ بالنوع الذي يريد له نوع منهجية او مناهج البحث اما تاريخي او منهج وصفي او منهج تجريبي وذكرنا لكم اللي يذكر لي المثال مثلا في التاريخي او مثلا كانت وثائق مكتوبة في احد مثل المكتبات كانت في احد الملكة الله رحمه الله ايضا كان مثلا لو كانت مشكلة مثلا في منهج وصفي او مثلا في منهج التجريبي حيث انك تجري التجربة هذه الان بدءا لا تستطيع انت كباحث انك انت تقدم بحثك باكمل وجه حتى تصل الى المعلومة ولكي تسهل للقارئ الذي يريد ان يقرأ بحثك بان يستنتج او يعرف ماذا يريد الباحث ان يصل اليه سواء انت في حل تحديد مشكلة مشكلة بحثك او سواء في اختيارك حتى الان في انواع المناهج ايضا بعد طبعا ما تحديدك لذكرنا نواع مناهج البحث الان انت دورك كباحث بعدها لابد انك تختار لتوذكرت لكم اللي هي ادوات ادوات البحث العلمي ذكرناه لي ثلاث ادوات بحيث انك لابد تضع امامك اما ان تختار مثلا اداة الاستبانة بحيث وهذا ذكرناه لكم ومهمة للطالب بحيث انه مثلا في الفصول او كانت مرحلة مثلا في اثناء المدرسة بحيث انك توزع استمرات للطلاب وتقوم بها التجربة وهذا النوع جدا له اثر طبعا لك كباحث بحيث يعطي لك او تدليل لك لحصولك على المعلومات ايضا مثلا كمقابلة شخصية كمثلا ملاحظة بحيث انك وهذه لا بد انك تستخدمها انت كباحث تختار احد هذه الادوات تساعدك في بحثك طبعا بعد استكمال الادوات اللي هي تبدأ ايضا لك كباحث بتحديدك لمراحل البحث ذكرنا لكم امس في الدرس السابق ما تحدثنا عن تحديد او صياغة تحديد المشكلة وتحديد موضوع البحث لا بد للباحث انه يضع لها موضوع البحث ويعرف من اين يبدأ واستشعر في المشكلة الان عندنا الخطوة ايضا ذات الاهمية وجميع هذه يا شباب ذكرتكم امس لو تدون معي طبعا بالخطوات اللي اننا راح لانا عملية البحث تحتاج منك يا طالب تدوين هذه ومعرفة الخطوات لانه جميع هذه الخطوات يا شباب هي مترابطة معك في عملية ذاتك البحث لا تستطيع انك انت تبدأ بخطوة او مثلا بمرحلة وتتجنب مرحلة اخرى لابد انك تتبع بانتظام مراحل تنطلق ومسيرة كباحث انت تمشي معه ايضا في نقطة مهمة انت كباحث لابد انك تستشعر المشكلة اللي تبدأ فيها تستشعر انت الان تكتب بحثك ماذا ستقدم للمجتمع للقارئ الذي سوف يقوم باذن الله قراءة بحثك وتوثيق ايضا بحثك طبعا القراءة الاستطلاعية لو بنبدأ من ناحية وهذه تعتبر شيء اساسي يا شباب ركيزة اساسية من ناحية ايضا لانك تستكمل لعملية بحثك لماذا يا شباب لو اني انا اقول لك انا اعتبره لك مهمة جدا بحيث انك تستخدم القراءة الاستطاعية ايضا لو مخلط طريقتين في طبعا لو اردت انت قبل ابتداء او قبل تحديد المشكلة وهذه يا شباب نقطة لا تبدأ بحثك مثلا بعنوان انت لا تعلم مثلا ما هي المصادر الموجودة المتاحة لهذا العنوان لا تشعر ايضا بلا تعلم مثلا بالعنوين او بالمواضيع للبحث او ايضا حتى تحديدا للمشكلة لا لابد ان قبل التحديد مشكلة البحث وذلك التحديد مسار البحث كيف تحديد مسار البحث بحيث انك انت كباحث تضع مثلا ما هو البحث الذي سوف تتكلم فيها المشكلة في موضوع بحثك ما هو المسار الذي انت سوف تقوم او سوف تسلكم مثلا هل هو مسارك مثلا في مثلا علمي اجتماعي في علوم اجتماعية ثقافية انا ضربت لكم مثال اه ويعتبر مثلا من علوم اجتماعية مثلا او الثقافية مثلا ولدها فأ عين مثلا اه كبير مثلا في طلا مرحلة ثانوية اللي هو ضربنا لكم مثال يا شباب اللي هو التعصب الرياضي بحيث انه هو مثلا ما ساره مثلا اه من ناحية يغطي لي او امشي مسار عوامل اجتماعية ثقافية بحيث ان اجتماعية لي مثلا الوطن الطلاب ايضا اه يحاكي اه المجتمع اه من ناحية الثقافة ايضا اه العلوم اجتماعية بدءا اذا انطلاقا انت كباحث لابد انك تبدأ تحدد المسار او المشكلة باحتك الذي سوف تقوم بكتابتها اه طبعا لابد بحيث انه لابد العنوان او الخطوات او الكتاب اللي انا سوف اطرق لها الجوانب لابد ان تكون قوية اه بحيث اني انا ابدأ استكشف ماذا اريد ان اكتب لاجله طبعا ايضا عندنا بعد تحديد مشكلة البحث وذلك لمعرفة الادبيات التي كتبت عن مشكلة مشكلة البحث وهذا ماذا 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 يعني يا شباب النقطة هذي اللي هي بعد التحديد مشكلة ايضا البحث وذلك لمعرفة الادبيات التي كتبت عن مشكلة البحث احد بحيث انك الان انت بعد المشكلة يا شباب او بدأ انطلقت الان من المشكلة وحددت الان تأتي النقطة الثانية عندك تبدأ تحددها انت لما تختار عنوان بحث لابد عنوان بحثك يكون قوي ابتديت مثلا من ناحية مثلا دراسة وضع عنوان البحث لابد الصفحات التي تذكرها او الكتاباتك للبحث تكون مثلا لها استنتاجية وتكون بحيث اطول القارب بعدك لما يقرأ هذا البحث يشعر معك ماذا تريد ان تصل اليه انت محتوى بحثك ما هو لابد انك يشعر وانت تكتب البحث فعلا انك تصل الى نتيجة بحيث انك مثلا البعض يعتقد انه قليل من الصفحات انها هذه تعطي ملخص او خلاص البحث لا بد يا شباب انك تضع امامك عدد الصفحات التي انت سوف تتكلم بريحيا لك كباحث بحيث انك تتكلم تصل الى مشكلة ما تقف عند مشكلة معينة لما تتكلم عن مشكلة لابد انك تبدأ تصل اليه تفصلها تبدأ بتدوين مثلا تضع لك ايضا تساؤلات مثلا البحث مثلا لماذا انت تتكلم مثلا تلمس هذا الجانب مثلا جوانب التعصب الرياضي هل انت مثلا تلامس مثلا مرحلة معينة من ناحة مثلا او تخاطب مثلا مشجعين تخاطب طلاب تبدأ بحيث انك تشعر القارئ باء الذي سوف يقرأ بحثك بانه يستفيد من هذا البحث طيب مفهوم القراءة الاستطلاعية وهي القراءة العامة لنواحي الموضوع المختلفة للكشف عن جوانب ابعاد مجال البحث وذلك ذكرنا يا شباب جوانب ابعاد البحث اللي هي تختار انت العوامل مثلا اما اجتماعية او ثقافية وممدها قوة عنوان بحثك طيب النقطة اللي بعدها تبدأ الان انت كباحث بصياغة مشكلة البحث ووضعها في اطارها الصحيح وتحديد ابعادها من ناحية طبعا ما ذكرنا انطلقت انت في تحديد عنوان او مشكلة البحث التي سوف يتم الباحث باختيارها الاهمية الثانية معرفة سمة الموضوع وجوانب المختلفة وش الجوانب اللي انت تطرق فيها ما هي جوانب الباحث التي تطرق اليها طبعا لا بد انت كباحث عنده تطرق لموضوعك البحث تبدأ من العام حتى تدرج الى الخاص بحيث انك الان تبدأ انت كباحث تبدأ بعنوان بحثك من العام حتى تدرج الى الخاص بحيث تعمق حتى تستعمق الى اقل دقة او دقة عالية من او ماذا تريد من بحثك ننتقل لا استكمال الجوانب التي وقفت عندها الدراسات السابقة في دراسات شباب في من المؤلفين او من الباحثين من لهم طبعا ابحاث السابقة لا بد انك انت كباحث تستفيد من هذه او تدرس هذه الدراسات او المواضيع الخاصة بحيث انك انت احيانا انت ذكرتكم قبل قليل انك انت دراسات سابقة تستكمل او تقرأ ما تريد الباحث احيانا انت تستطلع مثلا في نقطة معينة مثلا قد الباحث بطلبك المثال الذي ذكرناه مثلا في التعصب الرياضي احيانا مثلا الدراسات السابقة او او اش اهميتها انا مثلا كباحث اجي انا اطلع على البحث القديم اطلع مثلا على عنوان مثلا التعصب الرياضي استفيد اطلع على هذا الموضوع ابدأ مثلا بقراءته اجد مثلا الباحث في البداية بحثه مغطي في الجوانب لكن ابدأ اطلع وابدأ القراءة بحيث اني حتى اصل احيانا استفيد مثلا قد الباحث اه وهذه النقطة يا شباب لا بد انك انت تستوعب هذه النقطة من ناحية اللي هي الدراسات السابقة احيانا يا شباب الباحث لا بد انه مثلا في الدراسات السابقة تجد له ثغرة او مثلا وقفة عن مثلا نقطة لم يستكملها انت الان مهمتك ماذا؟ مهمتك انك انت تستكشف تستكمل هذه النقطة احيانا مثلا قد يتكلم عن نقطة التعصب الرياضي تبدأ أنت من ناحية غطاها هذا الباحث من ناحية جوان الإعلاميين جوان مثلا المشجعين تبدأ مثلا بفئة الطلاب تبدأ أن تطلع تطلع مثلا الباحث وقف عن نقطة مثلا مثلا ذكرنا في الجرائم الجنائية مثلا قد تصبح تعصب رياضي الباحث هذه الدراسات السابقة لم يتطرق أو لم يتعمق إلى النقطة أو النقطة هذه فتبدأ أنت كباحث الآن وباستخدامك الدراسات السابقة تستفيد من هذه الجزئية حتى أنك أنت تستطيع تستفيد منها قد كباحث يستفيد مثلا من نقطة مثلا إذا ربت لكم مثال هذه الباحث مثلا تكلم عن نقطة الجرائم ولم يفصل فيها مثلا نقطة قد يقول مثلا أنه فيها مما تسبب في جرائم جنائية ووقف عندها أنت أيضا لو كان عنوان بحثك غير التعصب رياضي قد تستفيد من هذه تبدأ تتعمق تبدأ تستكشف تبدأ تبحث عن نعم جنائية هل مثلا في جرائم جنائية تصبح مثلا بسبب التعصب رياضي هل هتبدأ تضع تساؤلات حتى يستشعر معك أنه فعلا أنت الآن تجد إلى مشكلة اختيار عنوان مناسب لموضوع البحث من أيضا فوائد القراءة التعصب العية أني أنا كباحث أيضا تفيدك في أنك أنت لابد أنك بالبداية تختار عنوان المناسب لموضوع البحث طبعا العنوان الرئيسي لابد أني أنا كباحث من خلال القراءة هي التي تفيدني أني أنا أبدأ بما هو الموضوع الذي أنا سوف أتحدث عنه وهل مثلا نذكر بعد قليل مثلا من ناحية المصادر المراجع هذه طبعا مترابطة مع القراءة الاستطلاعية لابد أن يكون عنواني مناسب ملامس للمجتمع ذو فائدة حيث يصل بإذن الله يعني لنتيجة أو لحل تلامس مثلا ظاهرة معينة أو مثلا فئة معينة التعرف على أهم مصادر الموضوع والمراجع المناسبة لابد أنا إذا جيت أبحث لابد أني أنا أعرف هل مثلا هذا العنوان أو هل الموضوع له مراجع لابد قد الباحث يقول أنا والله أتكلم عنه بطمعينة لكن يكتشف أنه لا يوجد له مراجع بكثرة فيجد نفسه أنه في صعوبة لاستكمال بحثه لكن لو ضربنا العنوان الذي نتحدث عنه دائما اللي هو التعصب الرياضي كباحث يجد دراسات سابقة بكثرة من هو تحدث عن هذا العنوان بحيث يسهل له يبدأ يجد المراجع يجد المصادر يبدأ باستكشاف فعلا يبحث سواء كانت المراجع أكترونية أو مصادر أكترونية أو كانت لابد استخدام مثلا مصادر أيضا المطبوعة فيبدأ تسهل عليه عملية البحث لماذا؟ لأن وجد من ناحية القراءة استطلاعية وجد مصادر ومراجع أيضا بكثرة ومناسبة لهذا الموضوع طيب نأتي الآن يا شباب لي المصادر المساعدة في القراءة الاستطلاعية الثقافة العامة وخبرات الباحث الشخصية والتخصصية ما المقصود بها؟ الثقافة العامة وخبرات الباحث الشخصية والتخصصية سهلة؟ تحتاج بس التفكير شوي نعم مثقف؟ طبعا الآن هذه تعتمد أو ترجع لمن؟ الثقافة العامة ترجع لمن؟ ترجع يا شباب للباحث لك أنت لابد أن تكون لديك الخبرة أو مثلا لكون لديك إلمام عن الموضوع الذي سوف تتحدث عنه لابد أن تكون مطلع حتى يسهل إليك أيضا إضافة مثلا معلومات حتى تتمكن من إتمام عملية البحث إذن لابد أن تتقافة العامة وخبرات الباحث الشخصية والتخصصية طيب الآن لاحظة ترابط بينهم أيضا من ناحية القراصة طلعية بعد إلمامك أنت وإستعاني بك أنت في إعداد عملية بحثك لابد عندنا وهذه الجزئية مهمة لابد الباحث يا شباب أنه ماذا؟ سؤال أهل الاختصاص والعلم والمهتمين لابد أنت كباحث تستعيم بمثلا أيضا أهل الاختصاص مثلا زميل لك مثلا في نفس البيئة أو في العمل تستطيع أنك عنده خبرة في التخصص الذي أنت سوف تتحدث عنه في البحث ستستطيع أنك تستفيد من بعض الأسئلة ويفيدك منها إذن هذا سؤال أهل الاختصاص والعلم والمهتمين طيب البحث السابقة وهذا ذكرناها بحث أن أيضا أنت من هم سبقوك بالعداد للبحث لابد هذه تطلع عليها وتستفيد من هذه البحث السابقة والدرسات السابقة أيضا جمع المطبوعات من كتب ودوريات ورسائل علمية هذه أيضا يا شباب لابد أني أنا كباحث أيضا أستعين بالمصادر جميع مثلا ما يخص المطبوعات ما سواء كانت كتب أو دوريات كتب بجميع أشكالها الدوريات وذكرنا لكم هي كل مطبوع يصدر على فترات منتظمة مثل مثلا المجلات في مجلات علمية مثلا وهذه أيضا في مجلات تصدر بكثرة مثلا لو استخدمتها أحد مثلا المكتبات مثلا الجامعية أيضا تستطيع تستفيد في إصدار بعض الدوريات مثلا قد تستفيد مثلا من مقالة مثلا لأحد مثلا المؤلفين أو الأحد مثلا الكاتبين بحيث أنك أنت تبدأ تنطلق من هذه الجزئية بحيث مثلا أنك من ناحية القراءة تجدها كمرجع لك أو مثلا كفائدة لك تستطيع أنك تبدأ من خلالها تبحث عن هذه الجزئية إذن المطبوعات سواء كانت كتب جميع أشكالها أو دوريات والرسالة العلمية طيب عند الجزئية هنا المكتبات وشبكة المعلومات الإنترنت الباحث الآن ماذا يجب عليه؟ أيضا من الخطوات تكون عند القدرة أو عند الإمكانية أو المكتبات وشبكات الإنترنت متاحة لديك لا يستطيع باحث أنه مثلا باحث والله مثلا في منطقة نائية وبعيدة لا يسأل لدي مثلا مصادر لا يسأل لدي مكتبات قريبة أيضا لا يوجد لدي شبكات إنترنت أين يجد المصادر؟ لا يستطيع بأن يكمل أو يصل فعلا إلى نتائج أو يبدأ يستكشف يبدأ يبحث لابد أنك تستخدم هذه المكتبات تكون قريبة منك متوافرة تستفيد من هذه أيضا المكتبات بطبعا جميع أشكالها طبعا أيضا من ضمن لأن ذكرنا سابقا أن المكتبات تتيح لك أيضا خدمات لمن؟ الخدمات هذه متاحة للباحثين من إعراض ناحية الإحاطة الجارية البث انتقال المعلومات مثلا إذا أنت كان تبغى تستفيد في مجال معين في تخصص معين بحيث أن يرسلك مثلا أنت مثلا مجال بحثك مثلا في الجغرافية تاريخ حيث يرسلك بالكتب التي وصلت حديثا أيضا كتب الإحاطة الجارية أيضا بحيث أنك تستفيد منها جميع هذه المقومات تفيدك وتعينك على أنك تجد أو تحصل على المصادر بسهولة مجملا كلامنا يا شباب ملخصا وتلخيصا لما تحدثنا ما يخص عن المهارة القراءة السطلعية بحيث أنها هي القراءة العامة لنواحي الموضوع المختلفة أيضا للكشف عن جوانب وابعاد مجال بحث مجال بحثك ماذا؟ ذكرنا لكم موضوعي اجتماعي أنت ما هو مجال أنوام بحثك؟ وموضوع بحثك ما هو مجالة؟ ماذا تتحدث عنه؟ لا بد منك تحدده تختاره أو توضحه تبينه أيضا لديك في مثلا في كتابة بحثك المصادر المساعدة في القراءة السطلعية ذكرنا الثقافة العامة ذكرنا أيضا لابد الباحث ماذا يا شباب؟ لابد ماذا يا شباب؟ الباحث دعني أرجع عنها الجزئية المصادر المساعدة التي تساعدك في القراءة السطلعية لابد الباحث يكون تكون لديه الثقافة العامة وخبرات الباحث الشخصية وتخصصية بحث أنه يكون الموضوع الذي سوف يتحدث ملم مطلع ويعرف ماذا سوف يتحدث أو ماذا سوف يقوم بعملية البحث أيضا يستعين بأهل الاختصاص وتستفيد منهم تأتي مثلا بطرح أسئلة بطرح مثلا قد يفيدك مثلا بمعلومة تبدأ أنت بدراستها طيب أيضا بحث السابقة وهذه الدراسات السابقة من سبقوق من قاموا بإعداد البحث أيضا جمع المطبوعات من كتب ودوريات ورسائل علمية وهذه ذكرناها بحث أنك تستفيد من هذه المصادر أو هذه المراجع سواء كانت المطبوعة أيضا أو الإلكترونية سواء كانت بأشكالها اللي هي الدوريات أو مثلا كانت الكتب بجميع أشكالها طبعا المكتبات وشبكة المعلومات فذكرناها وأتمنى إن شاء الله نكون قد وفقنا بإيصال معلومة لكم هذا وصل الله وسلم عن نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم أجمعين ترجمة نانسي قنقر